من الله الرحمن الرحيم برضو من ضمن الحاجات اللي بحيث انه بعد الزمنة بيبقى فايتة منه انه هو لما تجهز كورس مش بس تجهز المحتوى اللي عندك لازل تاخد بالك من الاسئلة اللي انت هتسألها للطلبة لان خلي بالك انه بي فيه ضغط كبير جدا على قوات الامتحانات ممكن لها مثلا الكنترول بيكلمك يقول لك يا دكتور بعد ازنك بعت لنا الامتحان على طول انت يعني محتاج ان انت تكون مجهز لامتحانات تكون عندك مهارات الورد اللي تكتب بيها امتحانك بنفسك خلي بالك ان الامتحان ما بيبقاش يعني له فورمة معينة بتكتب هنا فوق مثلا اسم الجامعة واسم الكلية وفيه مش عارف التواريخ وعدد الدرجات بي فيه فورمة كده معينة وفيه متطلبات جودة ساعات تلاقي ادارة الجودة بعتلك حاجة اسمها زي متطلبات الورقة الامتحانية نظام معين وزي تسكر كذا وتحط شعار كذا وتعمل كذا فالكلام ده على الورد لازم انت اللي تعمله توزيع الدرجات جنب كل سؤال الملاحظات المهمة اللي موجودة خلي بالك من حاجات زي كده بشوف هنا مثلا كاتب question 1 مثلا 18 marks مثلا الحاجات دي مهمة انه لازم تتكتب فالحاجات دي مهمة جدا فان انت كما انت تكتبه على الوردة ده مهم ليه لان انت مستحيل تبعه المتحان بتاعك لحد يكتبه لك دي كارثة تخيل انت مثلا دكتور راح لمكتبة مهما كان واثق فيهم قال لهم انا اكتبولي على الوردة وعملولي وخلولي ما تضمنشي لو حد طلع يشتكى بس قال مثلا انت حان تصرب امتحان عمل الحاجة هتبقى كارثة دي مشكلة كبيرة جدا فلازم انت اللي تكون بتاعك تشتعل على الوردة ولازم انت تكتبه بنفسك وتكون جاهز لان قاعدة زي كده انفحسوا مثلا تعود لي في امتحان زي كده 3 ايام قال عمال تعمل امتحان انت تكون اسئلتك جاهزة وتكون مجمع الاسئلة اللي انت عايز تسألها مثلا وتكون على الورد نظرين عندك تيمبلتز جاهزة انت كثرة الكبار بيبقى عندهم مثلا ايه عدد اسئلة ضخمة جدا وكبير وعندهم تيمبلتز فاضي على الورد في نص ساعة يكون عمل الامتحان على طول تيك تيك ياخد الاسئلة تيك تيك وعم حذيتهم عشان كده بيكرروا حتى ساعة اسئلتهم من فترة تانية لان هو عنده بنك اسئلة وعنده مجموعة اسئلة وبيكرر منها انه معندهش وقت يحط اسئلة كتير ممكن ينوع اسئلة من فترة تانية حسب متطلبات الجودة حسب الحاجة لزي كده لكن بيبقى في الاغلب العام خلاص تعب مع التدريس وكده لازم يكون عندك ايه مجموعة من الاسئلة الجاهزة يعني انا انصحك ان انت تحاول تبص على النت برضو تشوف الامتحانات اللي موجودة تستفيد منها لعل احسن تجمع منها اسئلة انا انصحك ان انت تجمع لنفسك مجموعة اسئلة كديرة والحمد لله النهاردة على يوتيوب وعلى جوجل وعلى كله عن نت النهارة اللي بقى موجود وده كده كتير جدا بيحطوا منهجهم واسئلتهم وامتحاناتهم وكل حاجة سايبينها فاستفيد من حاجات زي كده يعني مثلا انت مثلا لو بدارس مادة اسمها سير مو ديناميكس اي مادة يعني بس اي مادة مشهورة الديناميكة الحرارية ممكن اكتب مثلا حاجة زي فاينال اجزام سير مو ديناميكس واخش اشوف كده عن نت اللي موجود اشوف كده حد حاطت حاجة حد بمجمع حاجة حاجة زي كده اشوف كده بيعملوا ايه ممكن احط فينال اجزام سير مو ديناميكس مثلا دوت بي دي اف اشوف كده لو حاطت حاطت ملف البي دي اف بتاع الامتحانات اشوف كده واستفيد منه عامل زي وكده طبعا ما حطش كود المقرر لانه كود المقرر بيختلف من الجامعة التانية فمش هيفرف حاجة لكن انا بكتب اسم المادة كده ايه عموما يعني عن نت خلاص ممكن اكتب مثلا دوت دي او سي اكس مثلا اللي هو ملف امتداد ملفات الورد واحطها بينها على مزين النصيص عشان جوجل يدور عليها مخصوص فساعات في ناس بك يكون سايب الامتحان بتاع وورد وسايبه على النت فربنا كرمك انت عندك ملف وورد جاهز تقدر تستفيد منه او تقدر ايه تبدأ البداية بتاعتك بدلا من انت تبني تمبلت بنفسك يعني من الصفر وكده ممكن اكتب مثلا مسلا كلها كلمات بحيث ان ايه ادور على تست بنك او كوشن بنك مسلا ادور على بنك اسئلة خصوصا لو مع ايجاباته كمان ان انا مسلا في ناس مسلا ساعات يقوم انزل لك مسلا ايه ملف بدي اف في مسلا متين سؤال ام سي كيو متين سؤال اختار متعدد باجاباتهم ده ممتاز طبع ساعات بي فيه غلطات فانت لازم تخد بالك يعني انت تحلم بنفسك وتتأكد منهم ان انت الاجابات صح لكن بتبقى ايه ده بيساعد كتير للمساعد فيه كليات يقول لك لا دكتور بعد اسنك احنا عاديين متين سؤال ام سي كيو ما عندناش نظام الاسئلة المقالية ده وكده احنا هي تمبلة معينة كده بنتهالك فورما كده هوت واحنا بنوزعها على الطلبة وهو احنا بنصلح بسكانر بما كان على طول هو بيصلح فانت من فضلك ادينا متين سؤال ام سي كيو مثلا ومعاهم نموزك اجابة بتاعهم فمحتاج ان انت تكون مجهز الحاجات ده كده نزاي ما عندكش وقت انت لو لو تشغل في كلية او في جامعة بتدرس خمس ست مواد ما حدش فاضي للكلام ده لازم تتنجز على طول فجاه يسفتك من دلوقتي لو انت عندك وقت يعني خليها دايما معاك وخلي دايما معاك المعلومات دي في فولدر ايه وحسروح بيه كليات علشان مثلا ما فيش حد مثلا ايه يحط لك فلاشة على الكمبيوتر بتاعك يستغل ان انت مش موجود ساعات في حاجات بتضرب ده ما حدش يقرب منه ولا بيدخله على النات كمبيوتر في البيت وعنده لاب طب بيمشي بيه يروح يحرب بينه ومحاضرات يعمل بيه اي حاجة لكن الاصل بتاعه في البيت علشان لما يجيه جهاز الامتحان يجهزه في البيت ويتضاعه عنده في البيت يعني فيه انت من ضمن الحاجات اللي تاخد بالك منها انت بترحش تتبع الامتحان في مكتابه برا علشان ما تضمنش حد ياخد بينه النسخة حد يسيب منه حاجة لان اسم الكلية مكتوب عليها من فوق واسم الجامعة وتاريخ الامتحان مكتوب ومصر كلها عارفة بعدها فممكن تيجي تضاعه مثلا في حتة تلاقي الامتحان بص حيارفوه يصربوه فساعات من ضمن الحاجات اللي في حد ممكن تقول لك اطبع الامتحان عندنا في الكنترول احنا موفرين لك مثلا برينتر في الكنترول فتاخد الفلاشة مثلا بتاعتك وتروح تعطها في الكنترول طبعا الكنتر الكنترول ده بقعمل فيروس فالاغلب الاعمل فتحط الفلاشة عليه الفلاشة هاتتتت فيروس ومتتت فيروس هولهم وتبقى مهازل يعني ففيه دعك هاتترRPقلك لأ انت بقى اطبع عندك في بيتكم او انت تتصرف يا دكتور وهات لنا الامتحان فلازم تطبع عندك في البيت فبرضو لاستخد لك من حاجات لزي كدههوت يعني انت هتطبع امتحانك فين انت بتسلمه ممكن في ظرف مقفول وتديه الى الكنترول هو بيراجع وراك ويدخلوا ويسلموا فخلي بقى لك ما الحكتل ازاي كده هوت يعني ممكن ادور مثلا على كلمة أسئلة المقابلات الشخصية وحط انترفيو مثلا ما بين علامتين تنصيص علشان الحاجات دي بتنفعني زي ما قلتلك في الانشيطة انا من كام فيديو كلمتك عن الانشيطة قلتلك انت ممكن تسألهم تسأل الطلبة اسئلة ليه علاقة بالانترفيوهات فاخش اشوف اولا عشان انا ادخل جوه المقرر بتاعي معلومات تفيد الطالب في المقابلات الشخصية بتاعته ثانيا عشان تبقى هدية ديها للطلبة انا كلمتك زمان قلتلك فوق بقى خالص في السلسلة دي من اولها فوق خالص انك محتاجة يكون عندك عطاقة دي للطلبة حاجة كده مميزة تدها لهم يحسوا ان انت مثلا ايه جمعت لهم مثلا عشر صفحات مثلا في ملف بي دي اف كده اسمه اهم الاسئلة الانترفيو في المقرر ده وتجمعها لهم كده وتدها لهم ايدية طلبة يستفيدوا جدا ويدعووا لك ويبدالوا فاكرينها باستمرار يعني خصلا لو جبتوا منهم مثلا سؤالين تبقى في الامتحان حيبوا بيذكروا اسئلة تنفعوا في الانترفيوه ده احسن واحب إليه من ان انت عمل تقول له بص ده كتاب يحفظه صريح ما هو وخش وضعه في الامتحان لان فيه طلبة ممكن يكونوا شطرين ومتفوقين بس للشغل فهو ممكن تلاقيه جايب تقديل مثلا قليل في المادة لكن هو عارف ان ده كلام نظري والشغل حاجة تانية فكلما انت تقرب من العلم اللي انت بتشرحه للشغل وكلما يستفيد ويذكر معك ساعة مكتب بالعربي مثلا سير مداناوكس اسم المادة اسئلة مقابلات وظيفية وكلمة منتدى لان الطلبة ساعة بينصدرها حاجة كتير على المنتدية او على الفيسبوك مثلا او كده هو تلاقي مثلا واحد راح منزل مثلا ايه شوية اسئلة لمقابلات الشخصية لصحابه مثلا او لجروب على الفيسبوك اخد هوا جمعها واستفيد منها بس ما اعتمدش على حاجة معينة وممكن احط المصدر اكتب مثلا دي الاسئلة دي انا جمعتها لكم من منتدى كذا جمعتها لكم من صفحة فلان الفلاني كده عشان ده مصدر ده ريفرنس كأني جمعتها منه يعني عشان ما حدش يقول لنا ايه واخدها منهم وخلاص ساعد بكتب مثلا اسئلة اختبار نهائي لانا ساعد في لكاترة مثلا عرب بينزلوا الامتحانات بتاعاتهم على منتدياتهم ساعد في كليات النهاردة منزلها مناهج مفتوحة ومنزلها الامتحانات ومنزلها كل حاجة فنستفيد ونشوف يعني هم عاملين ايه ساعد ما اكتب بكلمة بصلا بمنكة اسئلة هي نفس الفكرة بالذات ان انا كل ده كلمات بتساعدني ان انا ادور وراء المحتوى اللي موجودة عن نت عشان ايه يساعدني في بناء الاسئلة بتاعتي ممكن تخش على جوجل بوكس مثلا وتكتب مثلا ايه مسلا في سير مو ديناميكس ساعات في كتب كاملة بتنزل منزلها اسئلة باجابتها عن حاجة زي كده هو فده يساعدك برد الامتحان بتاعك بمتنوع من كذا مصدر من كذا مكان ما يبقاش ايه من مكان واحد وقالت لك قبل كده ان انت اي كورس بتدريسه محتاج تخش على نت تدور على الستراكتور نوتس بتاعته تدور على الاجابات المسائل اللي مشروحة في الكتاب اغلب النشرين الكبار بينزلوا اجابات المسائل دهيت ساعات محتاج انت تاخدها معاك لعل لو عسى يكون في اخر الكتاب فيش هات اسئلة تختار من متعدد مثلا يبقوا معاك برضو تجمعهم وش هات اسئلة مقالية يبقوا معاك برضو تجمعهم مو هكذا يعني المهم انت كل ما يكون معاك حصيلة من اسئلة باجابتها كل ما ده يكون كويس بس لازم تراجع انت الاسئلة بنفسك باجابتها لان فيه اخطاء يعني السلوشا مانيول ببقى فيه اخطاء استراكتور نوتس ساعات ببقى فيها اخطاء وهكذا وتلاقي ان يشر مثلا الطبعة اللي بعد منها بيأكد على الاخطاء الطبعة اللي قبل منها وهكذا فالشغل في كورس ان انت تمسي الكورس حاجة محتاجة مجهود ومحتاجة خبرة سنة واثنين وثلاثة ومحتاجة متابعة يعني فخلي بالك من حاجة زي كده هو ربنا يسر حالما عنده اهم عاجة انا مني تطلع بالفيديو ده انك جاهز اسئلة امتحاناتك ما تبقاش قاعد مستني وخلي بالك انت ممكن تكون تدرس نفس الكورس في جامعيتين يعني فيه دكتور تقيم يدرس في جامعة ومنتدى باخر الاسبوع في جامعة تانية وبعدين لازم كل امتحان منهم يسلموا وبعد كدر ربي فيه مثلا طلبة عندهم مثلا دور تاني فلازم تسلم امتحانات تانية للدور التانية بإيجاباتهم ولازم تروح تصلحها وشغلانة بقى وبعدين ممكن بسلا ايه الترمي اللي بعد منه مع انصام الساعات المعتمدة نفس الكورس بتاعترمي الاولين تكون بتدرسه في الترمي التاني بس في جامعة تانية لانه هو الكورس الواحد ممكن تكون بتفتح في الترمي فتلاقي نفسك نفس الكورس عملت تتلفه والدور بي عملت شرحه في كل حتة ما انت ببقاش فاضي نفس الوقت بنفعش اسئلة امتحانات لك تبقى بالملي هي عشان التربة متحفزهاش تخش حطها في المتحان زي مية وخلاص هيتقال عنك هتبقى صمع مش حلوة يعني فلازم برضو تغير شوية في الاسئلة فانت مش فاضي بقى كل ترم ولا كل ما تدقي تحط امتحان تقعدها عملتو في دعو انت مفروض التدريس ده يكون سريعا لانت وراك مليون حاجة تانية فكلما يكون معاك بقى اسئلة ومعاك حصيلة كويسة من الاسئلة تقدر تتنوع بها تقدر تسألها تقدر تحطها على طول في ملف ورد على طول تنجز فيها كل ما ده يكون افضل بإذن الله وطبعا برضو خلي بالك زي ما قلنا ان الجودة بيبقى لهم اشتراطات في الورقة الامتحانية فتأكد ان انت خصوصا لو منتدب في كلية تسألهم عن الجودة لان الجودة ساعت بينسوا المنتدبين فتأكد معهم وقولهم يا جماعة الجودة ليها اشتراطات ولا لا اه طب ايه اللي هم عايزينوا في الورقة الامتحانية كده الحاجات دي تمام مهمة يعني بذنب انتفقنا بس ربنا يستعر ان شاء الله كامل موادر الفيديو اللي جايزة شكرا